السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة ديب للمعلميات. ازايكم عاملين يا ربكم خير? في درس الجيد النهاردة وهنتكلم فيه على ازاي تقدر تأمن بياناتك على الواتساب وتأمن بياناتك على الفيسبوك. ويضطروا ممكن استخدمها عشان صعب الموضوع على اي حد يحاول ان هو يخترقنا. ما يقدرش يخترقنا. جميل قوي. ما ابدأ معاكم في الواتساب. الناس اللي هي عندها مشكلة وفي حد بيحاول يخترقها. او في حد حاول بالفعل ان هو يعني اه يوصل لحسابها. انا جبت لكم دلوقتي وسيلة تقدر عن طريقها. انت تحمي بياناتك وتحمي معلوماتك عن اي حد. بس قبل ما بعدها في الدرس. اوقف الفيديو سواني. اعمل لايك للفيديو وسبسكراب لقناة اشتراك. تمام? ويلا بينا. بسم الله. دلوقتي يا باشا اه انا افترض ان الواتساب بتاعك دوت انت رسا جيد في الخص او اي ان كان المشكلة اللي عندك. تمام? حد حاول يخترقك. فبدأ ايه انت لازم تقامل بيلاتك على الواطس? تقامل بيلاتك بمعنى ايه? تليفونك رقم واحد. تليفونك دوت ما حدش يمسكه. ما حدش يمسكه. خالص. تمام? غريب. تمام عنك. عشان ما حدش يخترقك عن طريق التليفون بتاعك. ازاي يخترقك عن طريق التليفون بتاعي? يعني ممكن حد مسلا حاب من هو يخترقك. يبعط لك الرسالة بتاعة الفيسبوك او بتاعة الواتساب. تمام? ان هو ننسي للباسورد. عشان تتيجي على التليفون بتاعك وانت مش موجود جنب التليفون. يميطلع على الكلمة السر او الكود فيفتح الحساب بتاعك. جامل اول. يبقى نبدأيا نأمن نفسنا في النقطة ان احنا تليفوننا مقاشرية حد. تمام? انا برضو هتديك تأمين تاني اللي هو برضو تقدر تحمي بياناتك حتى لو التليفونك مع حد. برضو. تاني حاجة عندنا في حاجة في الواتساب لو ودخلت كده على الاعدادات. ومن الاعدادات هتلاقي حاجة عندنا اسمها الحساب. ومن الحساب شوية قوائم تقدر تخش فيها وتضبط اعداداتك مفيش مشكلة. عن اللي يهمنا في كل دوت حاجة اسمها تحقق بخطوتين. دوت نزام زي نزام آآ تشفير داخل الواتساب نفسه. يعني بمعنى انا بعمل تحقق بخطوتين. يعني بحيث ان الواتس بتاعي دوت ما حدش يقدر يفتحه غير على التليفون دوت. او عن طريق الرقم اللي انا هدهوله. الرقم التعريفي. تمام? طيب. ايه فايدته دوت? يعني وده يحمي نيف ايه? هقول لك يا باشا. هو يحميك بنسبة خمسين في المائة في نقطة اللي حد يقدر يفتح حسابك عنده بدون موافقة منك. يعني ايه بدون موافقة منك? يعني دلوقتي انت لما بتيجي تفعل الموضوع دوت انا دلوقتي مفاعله. هعطانه دلوقتي دلوقتي ادامك اهو. تعديل. تمام? حاجة افعله دلوقتي او ما بتخش من جديد اهو اول ما بتخش تحقق بخطواتين بيقول لك تمكين بتضغط تمكين ومن ثم بيقول لك ادخل رقم من ستة ارقام ادخل رقم من ستة ارقام تمام? وقب بالك ان هو يطلب منك بعد كده الادخال وفيما بعض. ولازم تكون حافظ الرقم ده وما تنسوهش خالص عشان يعملاش مشكلة بعد كده انت شخصيا. لان الموضوع تحقق بخطواتين دوت بيتيح للشخص انه هو الشريحة بتاعته لو مع حد تاني غيره شريحة وشغالة مع حد شقدر يفتح الرقم بتاع الشريحة دي على الواطس خارص غير هو. لان هو حتى لو يسجل وجات له رسالة بتاعت الشركة بتاعت الكود بتاعت الواطس. هيطلب منه في الاول ما يبدأ على الواطس ان هو يدخل الكود دوت. الرقم اللي هم ستة ارقام. ندخل مع بعض الستة ارقام. ونقول له التالي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. بعد كده يطلب منك ادخال عنوان بريد الكتروني. تمام? جيميل او ياهو او اي حساب بريد الكتروني. انا سيب لكم في الشرح رابط لتدوينه تقدر عن طريقها تعمل بريد الكتروني جيميل. تمام? هتخش تكتب الميل بتاعك. تمام? بعد كده يدس التالي وتكتبه مرة تانية. ثم حفظ. بعد حفظ اوتوماتيك هيوجهك للصفحة دي بيقول لك تمكين عملية التحقق بقطولين تقول له تمام? اوكي? كده بيقول لك تم التفعيل. جيميل او. تعالوا نجرب كده نخش ونطلع. خالص ونخش. قد او ما دخلت للاطس عندي الوقت يطلب مني رقم التعريف الخاص بعملية التحقق. لو انا ما عرفوش لو انا اتنطت شقلبت ادقالبت محدش هيقدر افتح الحساب ده غيبي. عشان انا عارف الرقم دوت. جميل قوي. طيب لو انت شخصية نسيت الرقم ده لقدر الله وعندك مشكلة. انت وانت بتسجد رقم من شوية لو تاخد بلك. سجلت معه البريد. البريد الالكتروني. ان انا قلت لك ان احنا هنحتاجه بعد كده في حاجة ان احنا مسلا نسينا الرقم دوت. جميل قوي. لو دخلت على جزئية نسيت رقم التعريفي. هيقول لك تعطيل عميات تحقق بخطوة. انا هقول له بسلا تعطيل. تمام? تم التعطيل. نخش من جديد. طيب. بحساب. تحقق بخطوة دين. تمكين. نعيد الموضوع من جديد. هو دلوقتي الخاصية دي مش تتفاعل غير لو انت هتفتح حسابك على تليفون تاني. تمام? بس انت ممكن ان انت تقدر تلغي التفعيل بتاع الخاصية دي في حالة اه اردت يعني انت تلغيها. تمام? فمتقلق اش يعني. اه نرجع برضو لنقطة تانية مهمة عندنا. وهي ان حد ممكن مسلا على واتساب. ما تعرفوش. او رقم يكلمك على واتساب. الرقم دوت. اه. اه. رقم امريكي مسلا. او رقم غريب. مفتاح البلد غريب كله هو رقم غريب خالص. وحطت صورة الواتساب. ويتكلمك ويقول لك ان هو الواتساب ولتأمين بياناتك ولتأمين الحساب بتاعك ولتفعيل مش عارف ايه. سوف يأتي لك لسالة. اه ابعت الرقم اللي جاي لك. تمام? طبعا انت لو بتفكر شوية يعني معترام للجميع. وتركز الكلام اللي كنت بقول لك. يعني انا دات الشركة صحبة الموضوع ده كله. صحبة المواب اللي تهتلوطش ده كله. اللي يخليني ابعت رسالة لحد وهدي كاتلوه منه شخصيا. لا. فيش الكلام ده. كل القصنا ده واحد مخترق او حد عاوز يشغل دماغه عليك ويفتح الحساب بتاعك وياخد الحساب بتاعك. جميل او. يبقى دلوقتي اي حد يبعت لك من شركة الواتساب ويقول لك هات الكود او اي ان كان. ما تستطيعش الكلام ده ان الكلام دوت كده. تمام? وده عبارة عن طرق نظم. جميل اوي. يبقى بيناتك الشخصية. بيناتك الشخصية من الرقم التحقق بخطوطين ما يطلعش الحد. تحط البريد. عشان تفعل الخاصية دي فيه ما بعد لو حبيت ان انت تنقل الشريحة بتاعتك او الشريحة بتاعتك تسرق او اي ان كان او حد خد تليفونك. عشان افتح حامل الحساب. هيطلب انه كود التحقق بخطوطين لاول مرة. وده خاصية جميلة جدا. تاني حاجة جزئية ان انت ما تبعتش بيناتك او اي حاجة تخصك لحد منتحة الشخصية او شركة الواتساب. جميل اوي. لان زي ما احنا شايفين. ان في ناس كتير جدا انضارت في الموضوع دوت. وبالفعل تم دخول على حسابهم بقراضيتهم. بمفقتك. ان انت بالفعل انت اللي من نفسك تديد الرقم بتاع. بعد كده لو انت قعد وجات لك رسائي كتير يقول لك ان يحاول يجي لك رمز الواتساب كل شي يجي لك رمز الواتساب كل شي يجي لك رمز الواتساب كل شي يجي لك رمز الواتساب. معانة الكلام ده تمام انه في حد بالفعل حد اي اما بيدخل الرقم غلط. الرقم بتاعه غلط فيجي لك كتة الرقم الرسالة يمن الحالة التانية اللي هي ان هو في uno مشكلة مع محoba معاك وعاوز يختلقك في بدي لك الرسالة دي تتصبح تحققك في انت ما تشغلش تمام مش هيفرق ولا هيحصل اي حاجة تمام لو جات لك الف مره هو بيحاول ممكن حد دي برضو ايجي يبعث لك في الرسائل على الواتساب يبعث لك رابط 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 اين كان الرابط يعني اصلا رابط زي ده ويقول لك اه الشرخ في القناة بتاعتي انا دي قناة اليوتيوب معروف طبعا الرابط بتاعها دي شكله عامل ازاي اولو ده واسم المستقدم بتاع القناة فده حاجة مؤمنة فنفعش اي مشكلة بس في بعض المواقع غير معروفة واللي عن طريقها يقدر اي حد او يقدر او حد ليه في الهاك او الهكر ان هو يخترقك فبعث لك رابط مهكر في مشكلة اول ما تضغط على الرابط بيطلع على بياناتك الاساسية للجهاز الاي بي يطلع على الكلمات المغرورة الخاصة بك على الحساب يطلع على بياناتك من السور وفيديوهات فانت ما يتحاولش ان حد ينتهز الفرصة دي انك 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 انت ما عندكش خلطية في الموضوع دوت تمام فعن طريق ما دوت يخش بمفقتك انت بعد ما دغطت على الرابط او بعد ما دغطت على الصورة اللي بعتها لك او يقول لك خش يشوف الفيديو دوت او يضغط هنا او اكسب كارت شح او بالفعل اكسب كارت شح او ادخل مساوئة كل الكلام دوت والله يا جماعة وسائل ضعيفة جدا عشان حد يحاول يوصول لبياناتك جميل او كده خلصنا من الجزئية الاولى وهي جزئية تمام لو حد عنده اي تعليقات في موضوع الواتساب وازاي لو حد قبل مشكلة في الواتساب تمام انا قدر اساعدك وبرضو قبل ما انسى تمام فيه في الواتساب ممكن الواتس بتاعي دوت انا افتحه على اكتر من جهاز على اكتر من جهاز طب ازاي الكلام ده دي خاصة جديدة نزلت دلوقتي في الواتساب تمام اصدار جديد بيجردوا الموضوع دوت ان انت ممكن تقدر تفتح الحساب بتاعك على خمس اجهزة وبريكم ازاي ازاي الكلام يا باشا بيتخش انت عندك على الاعدادات ويسموا الاجهزة المرتبطة اهو الاجهزة المرتبطة لو ضغطت عليها ايه ارا كويس بيقول لك استخدل الواتساب على الاجهزة اخرى لو انت دخلت ربط ضغط ربط هنا تمام هيدخلك على قارئ باركوت زي ده كده بتدخله ف بيفتح البيانات بتاعتك جميل اوي كده فتح الجهاز بتاعي الواتس بتاعي على الجهاز حتى لو خدت بالك بيقول لك اهو في الاشعار ده واحتلالي فوق تمام بيقول ان الواتساب ناشط حاليا طيب لو انا مسلا لقيت عندي حاجة زي دي اشعار زي ده عندي على التليفون على الواتس بتاعي بتعرف ان الواتس بتاعك مفتوح على الجهاز تمام فكل اللي انت هتعمله هتضغط كده على الاشعار دوت وهتلاقي الاجهزة المتصلة تمام او اللي كانت متصلة على تليفونك من تليفونك على الجهاز بكل اللي انت بتاعي ملك بتياجي عن الاجهزة دي اللي انت بتعرفهاش تحدد كده وتدوس وتقول له تسجيل خروج تحدد كده بتدوس وتقول له تسجيل خروج جمل اما كده خارجت من اللي عن طيب. طب ايه الاصدار التاني التجريب الجديد اللي قلت لك عليه? اللي هي الجزئية دي? بيقول لك استخدام ما يصل الى اربع اجهزة دون الحاجة الى ان يبقى هاتفك منتصر من الانترنت. الله. ازاي الكلام ده? يعني انا اضغط هنا كده. وقلت له الانضمام الى الاصدار التجريبي. تمام? وجيت رجعت ورا. تمام? وهنا بيقول لي انت مشترك حاليا دلوقتي اهو في الاصدار التجريبي. ولو اضغط كده مسلا ربط. تمام? وقلت له استخدام بيانات المحمول. وهاجه كده عند البرك وزقرة. واتصل. هيفتح معي الحساب بتاعي. تمام? طيب. الفرق بين دي والفرق بين دي. هقول لك. الفرق بين دي دي والفرق بين دي. لو تلاحص دلوقتي الاوانية اللي كان من يدي لك اشعار من فوق. اشعار من فوق ان في حد متصل عليك صح? طيب. طيب دي الفرق بينها وبين التانية دي مش بتديك اشعار ودي اصعب. يعني دي ممكن كنت بالفعل حسابك مفتوح عند حد قريبك او حد عندك في البيت وانت ما تعرفش. فكل انت اعتمد تخش جده على الواتس من جديد وتخش على الاعدادات. تمام? الاجهزة المرتبطة. هتخش تشوف برضوك نفس الكلام اللي هي الاجهزة الناشطة. تمام? وتدوس هنا وتدوس تسجيل الخروج. ويخرج من عنده. طيب. طيب ايه الميزة بتاعة الزرق الجديد دوت? الزرق الجديد دوت. يعني لو انت عامل الواتس بتاعك وفتحه على الجهاز. عن طريق الزرق الجديد دوت. لو الواتس بتاعك التليفون مقفول او مغلق. مش هيمثل اي مشكلة والتاني هيفضل شغال. اللي على الجهاز اللي انت عملت له استخدام موال سبع لاجهزة. طيب. طيب والتاني الاولان الخالص. الاولان الخالص اللي كان جاينا نشعره من فوق. ده لو انت قفلت لانت عندك هيفر عنده. طيب. يبقى الازدار اللي هو التجريد دوت كويس جدا في حاجة انت تستخدمه في عمل تجاري او انت عندك شركة وعندك ارقام موال سبب تجاري. وبيجي لك عملك كتير جدا بيتواصلوا معاك. ومش قادر انت ترد علينا في ان واحد بتقدر تفتح الواطس بتاعك دوت على الجهاز عندك في الشغل. والجماعة عندك في الشغل يشتغلوا عليه ويردوا عن الناس. مفيش مشكلة. بس في نفس الوقت الدواسية لم يكن لحد لما حد يش يارف حاجة عن الموضوع دوت انه حد يختريقك. يبقى في الحالة دي انت تخش على الاصدار التجريب دوت وتدوس على مغادرة مغادرة الاصدار التجريبية. وانا افضل ان انت تغادر الاصدار التجريب دوت حتى لو ما حدش ممتصر عندك بس معمول لغرض واحد عشان ما حدش ما حدش يخش آآ يخترقك ولا اي حاجة. يبقى دلوقتي انا شرحت لكم نقطتين دولة المهمين. تمام? طيب. بعد كده ان شاء الله هفتح معكم في موضوع جديد وهو موضوع تأمين الفيسبوك. لو انت بقى عندك فيسبوك وعاوز تأمينه. او عندك مشاكل بتجيلك على الفيسبوك. ايه اللي هتعمله? قبل ما نبدأ. تمام? وقف الفيديو ثواني. اعمل لايك للفيديو. سبسكرايب القناة. ويلا بينا. يلا بينا. بس باشا. دلوقتي الفيسبوك دوت زي الواتساب هم حالين دلوقتي شركة واحدة. تمام? لسركة ميتة. لو دخلت كده على الفيسبوك. عندك. جميل? وضغط على الجزئية دي. من ثم من القائمة ما ثم من القائمة الاعدادات والخصوصية. تمام? وعاوز تأمين الحساب بتاع الفيسبوك بتاعك عشان ما حدش يقدر يخترقك. ركز معي كويس جدا في الكلام دوت. دي الكلام ده فعلا هيساعدك جدا المحدش هيقدر يخترق الحساب بتاعك اين كان مين. تمام? نبدأ باسم الله باسم الله. اول شي بعد ما تخش على الاعدادات. تمام? طبعا انت عندك الاعدادات بنقاس من كزا جزء. ادي اعدادات تخصك. يعني تخص الملف. تمام? لو ضغطي هنا كده. آآ خصوصية الملف الشخصي. لو انت عاوز تعمل خصوصية لبياناتك. تمام? مين اللي ده يطلع على منشورات بتاعتك. مين اللي ده يطلع على القوائم المتابعة تخصك. مين اللي يقدر تشوف الحالة بتاعتك. كل الكلام ده كله تقدر تعده زي ما انت عاوز. بعد كده عندنا جزء ايه تتعرف على الوجه. تمام? لو انت مسلا صورة بتاعتك في حد حدها عنده. او حد او انت ظهر في فيديو او غيره. يادر ان هو الموضوع ده ويجي لك اشعار ان في حاجة فيها سورتك او انت متواجد فيها او اي ان كان. ده ما يهمناش جدا. كده اللي يعملنا تأميني ان ايه? تأميني الحساب. وانا تأميني الحساب ده عن طريق حاجة اسمها اعدادات ونسمى الامان وتسجيل الدخول. شايفين الجزئية دي? الامان وتسجيل الدخول. حتى هي من اسمها بين ان هي جزئية الامان لحسابك. لو انت تغطي هنا كده. هيجي لك الامان وتسجيل الدخول. ويقول لك ان اه فيسبوك بروتكت. قيد التشغيل. برنامج الامان المتقدم هذا يعمل طول الوقت مما يساعد على حماية حسابك وتدفع عنه. تمام? كميل او. بعد كده بيجيب لك بقول لك اه التحقق من اعدادات الامان المهمة. شوف اعدادات انت ضابطها ولا لا. ده اعدادات بتاعتي انا ضابطها مضبط كلمة جيدة وعمل مصادقة صنائية. وهو لك يعني مصادقة صنائية. وعمل تنبيه بالاشارات في حالة دخول الحساب بتاعها على الجهاز غير معروف. تمام? ويجيب لي الاماكن اللي انا دخلت عليها اه فيسبوك. لو ضغطت هنا اجيب لك الاجهزة انت اشتغلت عليها. تمام? بعد كده اجيب لك اه تغيير كلمة السر ثم مصادقة صنائية. تمام? طبعا انت استعمل مصادقة صنائية بتخش على زي ما قلت الامان وتسجيل الدخول ومن ثم بتنزل على المصادقة الصنائية. بعد كده عن طريق كاملة الرقم التليفون بتاعك. تمام? بعد ما بتفعله على الخاصية دي. تمام? اه والدسكو بتفاعل الموضوع معك. بقى دلوقتي الحساب بتاعك اه بقى متصل دلوقتي برقم التليفون بتاعك. يعني متصل برقم التليفون بتاعك. يعني دلوقتي انا مسلا لو اه اه جيت تمام? فتحت بتاعي الفيسبوك بتاعي دوت على جهاز انا اول مرة حتى افتحه او تليفون حتى زميني. لو انا فعلت الخاصية بتاعي المصادقة الصنائية دي. الفيسبوك نفسه هيحس ان في حاجة غلط. يعني انت مش انت البيانات انت مدهالي بتقولي فيها ان ده المكان انا بفتح منه دايما. ان ده اه تليفوني وان ده جهاز اللي بفتح عليه. ولو في حاجة جديدة تخص الموضوع ده وطولة. وحد فتح من حساب تاني بلغني. او بعتلي رسالة على التليفون تأكد ان انا افتح من المكان ده. ففي الوقت دوت او ما بتفتح على الجهاز الجديد بالفعل بيجي لك رسالة على التليفون بقول لك ايه? كود تسجيل الدخول او كود الدخول. بدي اخد رقما بيجي لك على تليفون جديد فبيتضاف من ضمن الاماكن اللي هي ايه? اتضاف لها اه مسادقة صنائية. ومع ذلك مع ذلك اه بعد ما بتفعل الخاصية دي وانت مفعل الخاصية التانية بتاعتك اللي هي اه تسجيلات الدخول المصرح بها. اللي هي الخاصية بتاعت الاشعارات. لو مسلا فاتحت من جهاز غريب بيجي لك اشعار ان هو ايه? اه تم فتح جهازك على كزا كزا. او في مكان كزا كزا. لو انت مفعل الخاصية ديت اللي هي تلقي الاشعارات بشأن تسجيلات الدخول. لو انت مفعل الخاصية دي. دي اه هكاية التشغيل اهو. لو انت مفعلها. تمام? اول ما هتفتح من الجهاز الجديد دوت هتجيلك الاشعار بعد كده ان انت بالفعل تم فتح جهازك من حساب من مكان كزا كزا. فانت وقتها بردك هتعرف ان في تأمين لك جميل جدا. طبعا لما انت عاوز تفعل خاصية الاشعارات على ما فيش مشكلة ونقول له حفظ. تمام? لو انت عاوز اه بردك يطلب منك كلمة مرور. ده اخر كلمة مرور فعل كل الكلام ده. اقول انا اقول لخصيني بس انا عاوز افعل بس الاشعارات. بعد كده عندك اختيار اه تلاتة من الاصدقاء للاتصال بهم اذا تم قفل حسابك. اذا تختار تلاتة من اصدقائك. تمام? اختيار جات اه اتصال موصول فيها. اختيار كيمة السر. ومثلما اختيار الحسابات. بعد كده ديس اوكي. تلاتة دول في حالة ان حسابك اتقفل. بيادر عن طريهم ان انت تفتح حسابك من جديد. انهم كل واحد هي ما يجي له جنس من الكود. هتدخلهم كلهم وبعض افتح الحساب بتاعك ما فيش اي مشكلة. لو انت عندك مشكلة وانت حسيت ان حساب بتاعك بالفعل اه اختارك من قبل بيدوس الحاجة اسمها اذا كنت اعتقد ان حسابك قد تعرض الاختراق. طبعا هتطلب منك شوية بيانات. اه اللي هو بيقولك اذا كنت قلقا بشأن امان حسابك يمكنك مساعدتنا. اه مساعدتك في اه في بنودة التلابي دي كزا انا قلتها بيقولك عصارت انت هل انت عصارت على منشور او رسالة او مناسبة لما انشئها. ده حاجات انت بالفعل ممكن تكون مسلا حضرت معاك. داخل شخص الحسابي دون اذني. وجدت حسابي يستخدم اسمه وصوري. تمام? كل الكنان ده كله. بتشوف مشكلتك ايضا ضبطه تحددها. وجدوس المتابعة الى اخره. جميل او. يبقى كده انا خلصت معاكو. اه جزئية امن البيانات. اه البيانات في الفيسبوك. امن البيانات على الواتساب. تمام? اه طبعا بردك من نساش على الفيسبوك ان ده موجود جدا مشاكل شائع. اي حد يبعط لك رسالة على الفيسبوك. اي حد يبعط لك رابط على الفيسبوك. اه معمول الشرطة المقصرينه. تم تقصير الرابط. ما تضغطش على اي رابط من اي حد ما تعرفوش. عشان ما تسببش نفسك مشكلة. المخترقين اي حد مخترق. عشان يخش عندك على الجهاز بتاعك. سواء تليفون او لابتوب او جهاز كمبيوتر. عشان يقدر يوصل لحاجة زي دي. للأسف للأسف. الشخص نفسه المجني عليه هو اللي بتدي له موافقة بطريقة ما. انت ما كنت تضغط على الرابط من غير ما تعرف. تمام? تحت مسمى ان دي جايزة. يعني دي اشتراك جديد ان انت تكسب فلوس. تكسب فلوس ان انت هتعمل كزا. طبعا مغريات عشان تضغط على الرابط. تمام? او يقول لحد يقول لك اذا مش فاهم كزا لو سمعت ساعدني فقد يجي تخش على النقطة على الرابط دوت برضي يكسب لك مشكلة. فانت ما تضغطش على اي رابط. ما تعرفوش. تمام? ومن ثم هتأمن نفسك في النقطة ليه. جميل اوي. طيب. بعد كده عندنا مرضو جميلة حاجة جميلة جدا. ولازم اتكلم فيها. وامن المعلومات على حسابك عن طريق تأمين المتصفح بتاعك. يعني المتصفح بتاعك دوت ممكن يكون سبب من دون الاسباب اللي بتخلي تليفونك او يتخلي المحتلين او المختلقين يوصلوا لجهازك. طيب ازاي طيب? هولا كان. المتصفح بتاعك دوت. تمام? انا بقيتها المتصفح اهو. جميل قوي. المتصفح بتاعك دوت لو انت. للأسف ملاكش استخدام اا اا او متعرفش استخدامة المتصفح جيدا او بتقامل نفسك هيسبلك مشكلة. لو انت دخلت مسلا على جوجل او دخلت على جوجل وبحست عن اي شيء وتلاقي لك مواقع كتير. ممكن يكون صدفك في بعض الاحيان يقول لك مواقع غير مؤمن. كلمة كده جنب جنب الموقع كده منتصف لك مواقع غير مؤمن. يعني توجد مشكلة في الموقع ده ومكن ان يكون سبب الاختراق. فما تخشش على رابط زي ده محرمن ضد يمكن ان تخلوا موقع. تمام اي مكان الموقع جميل. وعقم بتضغط على الموقع اا اا محرح مثلا لو انا كاتبت حاجة زي دي مسلا يعني على ثمين المسال انا ازا تقرب حاجة. جميل اوه خلني مسلا في ويوكيباديا وان ده خلت وصل على ويوكيباديا مسلا اه ده مسلا الموقع اللي بعيني اللي كان انا بعتبر ان ده مسلا اي موقع تاني يعني مش شرط موقع ويوكيباديا في مسلا اه الموقع دوت عليه اعلانات انت طبعا بتشوف الاعلانات على بعض المواقع تماما هريت مسلا موقع زي موقع اليوم السابع دوت تمام موقع كبير زي الموقع دوت طبعا اه 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 او موقع تاني غير وما فيش مشكلة المهم يعني هجي لك موقع من دون الموقع ديت في اعلانات الان دي دي بتطلع لك كده تلاقي كده اشعار تلاقي لك مرة واحدة كده من الجنب كده تمام ويقول لك اه جهازك معرض لقطر لقد وجدنا مش عارف ايه ويجي لك اشعار لقد وجدنا تهديد لحسابك لقد وجدنا كزا انت انت انا عاوزك ما تصددش الكلام ده ان دي دي اعلانات انت منجرد ما بتخش اصلا احتمال بنسبة تسعين في مية لا دي تسعة وتسين في مية كمان ان اصلا الرابط اللي هو او الاشعار اللي جالك دوت جالك من صفحة اه مش مظبوطة هتعمل لك الموضوع ده مخصوصة هتخترقك فانت ما تضغطش على اعلال منبسط من الاعلانات ديت عشان دي فيها مشكلات هتلاقيها فين برضو هقول لك انا هديك مثال لها مسلا على اي جي بيست هتلاقي الاعلانات دي موجودة مسلا بص انا او ما دخلت بص داخلنا صفحة تانية او ما لمست بس البيش تمام بص انا عامل حاضر طبعا الشعارات ديت بص بيجي لشعارات طبعا عامل حاضر الموضوع دوت لو انت اا مش عامل حاجة زي ديها تلاقي ايطوماتيك ليه لك كده اشعار وقول لك في مشكلة عندك في الجهاز وتمع تم العصور على تهديد اهو ده مات بص قبالك اهو ركز شوف جايلي بقول لي ايه بقول لي يوصل بتحديث المنظف لكذا كذا تمام يمكن ان نعمل كذا كلمتين كده من اياهم بعد كده بقول لك ايه تحديث الان طبعا ده رسالة مكنت لك بالشكل دوت مكنت لك بالشكل تاني ان مثلا حسابك مخترق او ان حسابك في مشكلة او اين كان فانت ما تدرس على الحاجات دي اطلع وعادي خالص الغي الصفحة كده واطلع ما فيش اي مشكلة ويبقى كده انت حميت نفسك بنسبة تمانين في مية تمانين في المية هاو مش هقول لك ما في المية ان ما حدش ادر اختراكك بالعكس يعني ده انا اعقد لك ان اصلا الموجودين دلوقتي اللي بيحتالوا على حسابات الفيسبوك او الواتساب او غير او الكلام ده كله اغلبهم اصلا اصلا يعني بيعرفوش حاجة عن انواع الاختراك او الاختراقات تمام انا لحد دلوقتي خلص معكم تلات مؤمن جدا في الموضوع دوت انتظر ان شاء الله فيديوهات اللي جاي بإذن الله في الموضوع التقنية تمام اه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو انا فتك تمام ولو عندك اي سؤال اي اي تعليق ولا حاجة تقدر تسيبها في التعليقات عندي وانا هجابك ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته